أهلا بكم مع أخبار الرياضة زار سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مقر اللجنة المنظمة لمنديل السيدات التي يصطدفها الأردن خلال الفترة من الثلاثين من عيلول وحتى الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول العام الجاري واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من صلاح صبر رئيس اللجنة المنظمة وسمر نصارى المدير التنفيذي للجنة عن آخر التحضيرات والاستعدادات لهذه الاستضافة كما قام سموه عند نهاية هذه الزيارة بالتوقيع على تي شيرت خاصة في هذه البطولة اختتمت يوم أمس مباريات الأسبوع العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم وأبرز ما جاء خلال هذه الجولة في التقرير التالي أسبوع من أكثر الأسابيع إثارة في دوري المحترفين لكرة القدم من ناحية نتائج حيث شهد العديد من المفاجآت التي هزت أندية المقدمة ليبقى الصراع على لقب هذا الموسم حتى الرمق الأخير من عمر موسم 2015-2016 نبدأ مع مواجهة الوحدات المتصدر وذات راس التي أقيمت في الكركة السود الجنوب استطاعوا أن يلحقوا بضيوفهم خسارة موجعة وبثلاثة أهداف مقابل هدف هذا الفوز أبعد ذات راس عن شبح الهبوط ولو مؤقتاً حيث أصبح يملك 25 نقطة في المركز الثامن أما الوحدات ففوت عليه فرصة التقدم خطوة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفيصلي بدوره لم يتمكن من تحقيق الفوز حين استقبل كفرسوم على أرضية استاذ عمان الدولي التعادل الإيجابي حسم الموقف وبهدف لكل فريق ليحيي كفرسوم أماله بالبقاء موسماً آخراً في دور المحترفين أما الفيصلي فحرم نفسه من التربع على صدارة الترتيب بهذا التعادل الرمث والأهل قمة أخرى أقيمت في هذا الأسبوع الغلبة بالنهاية كانت لصالح غزلان الشمال وبهدفين دون رد خسارة بددت أمال الليث الأبيض بتحقيق اللقب وجعلته يحتاج لمعجزة للظفر بالبطولة أما الرمث فاستطاع أن يصالح جماهيره بثلاث نقاط أمن التواجده مع الكبار حتى الموسم المقبل التعادل السلبي حسم لقاء الجزيرة والصريح ليصل الشياطين الحمر للنقطة الثامنة والعشرين في المركز الخامس أما الصريح فبقي في دائرة الخطر حيث أصبح رصيده أربعا وعشرين نقطة في المركز التاسع شباب الأردن استطاع أن يعود إلى سكة الانتصارات من جديد حين تغلب على الحسين إربد بهدف دون رد هذا الفوز وصل بأسود غمدان إلى النقطة الثلاثين في المركز الرابع أما الحسين إربد فبقي رصيده ست وعشرين نقطة البقع واصل صحوته واستطاع أن يتغلب على الأصالة بهدفين دون مقابل هذا الفوز أنعش أمال البقع بالبقاء في دور المحترفين حيث أصبح يملك اثنتين وعشرين نقطة أما الأصالة الذي ضمن الهبوط رسميا فتجمد رصيده عند اثنين عشرة نقطة متذيلا للترتيب سيغلق باب تسجيل لرالي الأردن ثالث جولات بطولة الشرق الأوسط الذي سيقام خلال فترة من الخامس وحتى السابع من الشهر المقبل برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات واحتفاء باحتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى حرصات اللجنة المنظمة على وضع شعار المئوية على كافة منشورات الرالي هذا وسيشارك في هذا سباق نخبة من أبطال هذه الرياضة في الشرق الأوسط يتصدرهم القطري ناصر العطية بطل سباق الموسم الماضي تغلب نادي شباب بالفحيص على فريق الجامعة الأردنية بنتيجة اثنتين وخمسين نقطة مقابلة أربع وأربعين ضمن منافسات بطولة الربيعة تنشطية لكرة السلة هذا اللقاء تألقت فيه صانعة ألعاب نادي شباب الحسين ياسمين سنوبر وقادت الفريق للفوز حين سجلت ثماني عشرة نقطة ليصبح رصيدها خمسين نقطة في ثلاث مباريات في هذه البطولة وبذلك تحتفظ بصدارة هدف البطولة بالمقابل كانت اللاعب فرح شياب أفضل مسجلة لفريق الجامعة بإحدى عشرة نقطة أوروبيان حقق فريق بورتو فوزا صاحقا على ناسيونال ماديرا وبربعية نظيفة في الأسبوع الثلاثين من دوري البرتغالي لكرة القدم تقدم بورتو بهدفين مبكرين سجلهما سلفستر باريلا وهكتور هيريرا في الدقيقتين الثانية والتاسعة قبل أن يعزز الفريق من التقدم في الشوط الثاني بهدفين آخرين أحرزهما دانييلو بيريرا وفنسانا أبو بكر وبهذا الفوز وصل بورتو موقعه في المركز الثالث رافعا الرصيد إلى 64 نقطة بدوري حقق فريق أندرلخت فوزا هاما على نظيره كلوب بروجا بهدف دون مقابلة ضمن لقاءة الجولة الثالثة من مجموعة تحديد بطل الدوري البلجيكي لكرة القدم هدف اللقاء الوحيد في المباراة سجله اللاعب يوري تلميانسا في الدقيقة الستين من عمر اللقاء وبهذا الفوز رفع أندرلخت رصيد إلى 37 نقطة خلف بروجا الذي تصدر الترتيب برصيد 38 نقطة